بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم فيديو جديد. اه النهاردة هنتكلم عن الرضاعة. اه هنتكلم عن الرضاعة بشكل عام في المنام. كمان هنفسرها للعزباء للرجل المتزوجة الحامل. اه الرضاعة بشكل عام في المنام. الرضاعة الطبيعية. اه من الرموز اللي بتدل على خير. وعلى اه خير هيحصل عليه الرأي كمان. بشارة لو كانت البنت عزباء فبشارة لها بالزواج. اه كمان بشارة بالزرية احيانا. كمان اه لو شاف الرجل ان هو يعني بيردع اه طفلة او طفلة يعني. فجي من الرموز اللي بتدل على اه منصب هو هيحصل عليه. كمان على زوجة اه صالحة. اه كمان اه رؤية الرضاعة اه كمان اه احيانا بتكون من الرموز اللي يعني مش بتبقى محمودة قوي. لو شاف ان هي بترو اللي هو بيردع او اللي هي بتردع طفل ولد. ذكر. فدي بتدل على مشاكل هي هتقع او الرأي هيقع اه فيها. اه كمان بتدل على حزن على يعني على مرور بديئة اه في في حياته. اه كمان رؤية الرجل اه يعني انه شاف اه اه سادي امرأة فدي من الرموز اللي بتدل على حز على حز سعيد كمان حصوله على فرصة عمل على اه يعني شيء هو كان منتظره. الرضاعة الصناعية لو شاف الشخص انه اه بيعني بيردع برضاعة اه صناعية فدي الرجل يعني فدي بتدل على ان هو بيتحمل مسئولية. اه سواء في حياته العملية او في حياته اه الشخصية. سواء مسئولية في العمل او مسئولية مع اولاده. اه اه رؤية الازازة او القرورة بتاعت اللبن اللي هي اللي بيردع بيردع بيها للطفل. فدي بتدل على حصوله على خير. وعلى اه يعني اه على خير هو اه من منتظره. اه كمان بتدل على اه فطرة في الدين. الرضاعة بالنسبة للبنت العزباء لو شافت ان هي بت بتردع فدي من الرموز اللي بتدل على نجاح اه في حياتها بشكل عام سواء حياتها الدراسية او حياتها العملية لو كانت بتدرس او كانت بتشتغل. الرضاعة كمان بتدل على قرب اه معاة ارتباطها او زواجها او خطبتها. الرضاعة اه كمان بتدل على سعادة يعني هيكون الارتباط ده هيكون سبب سعادة ليها. اه كمان بيدل على بشارة مستقبلية بالزرية. فآآ بشارة ليها بالزواج وبالزرية. كمان لو شافت ان هي السادي ساديها مليان لبن فدي من الرموز اللي بتدل على رزء كتير هتحصل عليه في حياتها. الرضاعة اه كمان اه في المنام بتدل على الصروة. اه 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 كمان بتدل على مال او على رزء هي هتحصل عليه. كمان بدليل على ان هي يعني اه شخصية بتهتم بالاخرين. وآآ بترعى الناس اللي حواليها. الرضاعة للمتزوجة فدي برضو بشارة ليها بالحمل. لو شافت ان هي بتردع فبشارة لها بالحمل لو هي بتسعى لحمل. كمان اه لو شافت ان هي بتردع يعني شخص معين اه بتعرفه في في المنام. فده بيدل على حصولها على اموال من الشخص ده او منفعة من الشخص ده. اه رؤية المتزوجة انها بتردع تفل تفل كبير. فده للأسف بتدل على اه ان هي هتمر بديئة وقلق في حياتها الزوجية. آآ رؤية المتزوجة انها بتردع من سادي رجل. فدي من الرموز اللي بتدل على ازمة مالية. هتتعرض ليها وهتا ويعني هيكون سبب فكر شديد ليها. آآ رؤية الرمرأة المتزوجة ان ساديها مليان اللبن. فده آآ من الرموز اللي بتدل على المال. وعلى رزق حلال هي هتحصل آآ عليه. آآ المتزوجة لو شافت ان هي بتردع طفل ولد في في المنام. آآ آآ يعني بتدل على آآ آآ ان في مشاكل كبيرة هي هتتعرض آآ ليها في حياتها. آآ كمان لو شافت ان هي بتردع بنت. فآآ دي من الرموز اللي بتدل على الفرج على سعادة على فرحة على خير ورزق واخبار آآ سارة هي هتحصل آآ عليه. الرضاعة من آآ آآ لو المرأة المتزوجة شافت ان هي بتردع من آآ سديها الايسر او من السدرها الشمال. فدي بتدل على آآ آآ تيسير آآ لحلها. وكمان حل آآ آآ خلافات آآ آآ أسرية او زوجية او مشاكل زوجية. آآ رؤية الرضاعة للحامل لو شافت الحامل ان هي بتردع آآ بتردع آآ فلو شافت ان هي بتردع من سدي آآ رجل فدي آآ من الرموز اللي بتدل على ان هي هتمر بفترة صعبة وفترة فيها مشاكل صحية يمكن بسبب الحامل. رؤية الحامل ان هي بتردع طفلها فده بيدل على قرب معاد ولادتها آآ آآ كمان الرضاعة بتدل للمرأة الحامل بتدل على مال وعلى رزق حلال آآ آآ هي هتحصل عليه آآ آآ الرضاعة للأم لو شافت اللي هي يعني الام آآ 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 المرأة المتزوجة يعني اللي هي مخلفة وعندها اولاد فدي بتدل على بشارة آآ ثرة وعلى رزق هي تحصل عليه. كمان آآ آآ بتدل على خبر هيدخل عليها بفرحة آآ 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 المقصود كمان بالمرأة اللي هي آآ الام يعني اللي هي المرأة انت شوية ممكن تكون كبيرة او عدد مرحلة الانجاب يعني اللي هي مش مش هتخل يعني خلاص هي مش هتخلف يعني سنها عددها مرحلة الانجاب هي دي آآ مقصود بالمرأة اللي هي آآ اللي هي آآ الام يعني المرأة العاكر اللي هي يعني آآ آآ يعني ما عندها مشاكل في الانجاب فده بيدل على بشارة لها بالحمل. اه لو شافت ان هي بتردع اه الطفل يعني بتردع حد فدي برضو من الرموز اللي بتبشار لها بحمل. وانا ربنا ان شاء الله هيكرمها بالذرية الصالحة. الرضاع للمطلقة لو شافت ان هي بتردع طفل ولبن اه زايد قوي يعني يعني ساديها اه في لبن كتير. فده بيدل على ان هي هتاخد حقها لو هي اه مظلومة من طرف طريقها فده بشارة لها بان هي هتاخد حقها سواء حقها المادي او حقها المعناوي يعني. الرضاع كمان الرضاع اه 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 لزاكر. فده شافت ان هي بتردع ولد طفل زاكر. فدي من الرموز اللي بتدل على متاعب وهموم ومسئولية هي بتتحملها بعد الطلق. الارمالة لو شافت ان هي بتردع طفل ولد برضو فدي من الرموز اللي بتدل برضو على مسئولية وهموم وآآ ومسئولية هي هتتحملها بعد وفاة آآ زوجها. الارمالة كمان بيدل على آآ ديء شديد هي هتمر بيه وحزن شديد آآ بتمر بيه يمكن بسبب مثلا وفاة زوجها او او بقى سبب اخر. آآ الرضاع للرجل اللي يشوف ان هو بيردع آآ آآ من يعني شاف ان هو بيردع من ساديو يعني فدي من الرموز اللي بتدل على حياة سعيدة هو هيعيشها. كمان آآ دليل على ان هو هيرزق بيه مال كتير. الارابل آآ لو شاف انه في حضنه آآ طفل هو بيردعه فيدل على شفاءه لو كان هو آآ مريض او تمتعه بصحة لو كان هو آآ مش مريدي. الرضاع للآآ للشاب الاعزب يعني فآآ لو شاف ان هو بيردع طفل فدي برضو من الرموز اللي بتدل على التوبة آآآ والتوقف على ارتكاب معصية ويلتزامه آآ بالعبادات. الشاب اللي يشوف ان هو بيردع وهو مهموم فدي معناه فرج ليه وتيسير آآ لأموره. آآ رؤية الاطفال بيردعه يعني الشاب اللي بشاف ان هو آآ فيه اطفال بيردعه من آآ من امهم يعني فده من الرموز اللي بيدل على تحقيق امنية هو بيتمنيها. وكمان على رزق وعلى آآ آآ على نجاحه وهيحصل عليه آآ في حياته. الرضاعة الميت لو الشخص شاف ان في حد ميت بيردع آآ من آآ بيردع من سادي حد حي فده بيدل على مرض للحي وسلب صحته. آآ الرأي لانه يعني لو اخد يعني آآ يعني اخد منه يعني لان الميت لما بياخد آآ اللبن فده من الرموز الغير محمودة ان هو بيدل على ان هو بيسلب آآ سحته او بيس أو هيسلب آآ آآ يعني بشار لي بالمرض. رؤية الرضاعة من سادي ميت العكس بقى يعني لو لو الشخص شاف ان هو بيردع من شخص آآ متوفي او من يعني من واحدة متوفية او من رجل يعني على حسب فدي برضو من الرموز اللي بتدل على حصوله على خير وعلى رزق وفي الغالب هتكون مراز. لان الاخذ من الشخص الميت ده خير لكن ان الميت ياخد آآ من 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 الرأي حاجة فدي ده مش بيبقى خير خالص. آآ دي كده اهم الرموز الخاصة برؤية الرضاعة آآ فسرنا الرضاعة للميت للرجل للمرأة للحامل للمتدوجة للعزباء للمطلقة. اتكلمنا عليه كمان آآ بشكل عيب. آآ باتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. آآ ولو في اي استفسار او سؤال اكتبوا لي تحت وانا اردت عليكم. آآ بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلام.